اشتركوا في القناة في جرائم الأشخاص سبقوا أن تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى جريمة القتل العمد حيث تحددنا على أركان جريمة القتل العمد وقلنا أن جريمة القتل العمد تقوم على ركن مادي وركن معنوي وركن مادي يتمثل في النشاط الصادر من الجاني تليه النتيجة الإجرامية وتم العلاقة السببية ما بين النشاط والنتيجة بعد ذلك تحددنا عن الركن المعنوي في جريمة القتل العمد والذي قلنا عنه هو تجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح الضحية ناقشنا إشكالية القتل الاحتمالي في جريمة القتل العمد بعد ذلك انتقلنا للحديث عن العوامل المؤثرة في عقوبة جريمة القتل العمد وتحدثنا عن ظروف الشديد في جريمة القتل العمد تطرقنا إلى سبق الإصرار وحددنا مفهوم سبق الإصرار وقلنا على أنه يقوم على مجموعة من العناصر هناك العنصر النفسي والعنصر الزمني بعد ذلك تحدثنا عن الترصد حدثنا مفهوم الترصد وعناصره اللي قلنا عنده عنصر الزماني والعنصر المكاني بعد ذلك انتقلنا للحديث عن قتل أحد الأصول والذي قلنا هو ضرف شديد شخصي متعلق بشخصية الجاني حدثنا مفهوم أو المقصود من الأصول بعد ذلك انتقلنا إلى ارتباط جريمة القتل العمد بجناية أو جنحة حدثنا مفهوم ارتباط القتل العمد بجناية أو جنحة طبيعة الجناية أو جنحة التي يتحقق بها الارتباط ثم بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الأعذار المخففة في جريمة القتل العمد أو الأعذار المخففة لعقوبة جريمة القتل العمد تحدثنا عن قتل حاصل نتيجة استفزاز بعد ذلك تحدثنا عن قتل مرتكب نهارا من أجل دفع تسلق أو كصور صور حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو ملحقاتهما حدثنا مفهوم هذا العذر قلنا على متى يتحقق هذا العذر المخفف للعقاب بعد ذلك تحدثنا عن قتل الذي يرتكبه الزوج ضد الزوج الآخر في حالة مباغتته بخيانة الزوجية أو متلبس بالزينة حدثنا شروط القيام هذا العذر بمعنى لكي يستفيد الجاني من هذا العذر المخفف العقاب أولا قلنا عجب أن يكون القتل زوجا للمقتول بحيث أنه لا يعقل أن يقوم بهذه الجريمة أخ أو أب الضحية ثانيا للعنصر ثانيا قلنا وهو مفاجأة الزوج لزوجته وهي متلبسة بالزينة ثالثا تحدثنا عن ارتكاب جريمة القتل للزوج أو لزوجته أثناء المفاجأة ثم انتقلنا للحديث عن حالة قتل أم للطفلها الوليد بعد ذلك انتقلنا إلى الجريمة الثانية في جرائم الأشخاص وهي جريمة التسميم تحدثنا عن أركان جريمة التسميم قلنا أنها تقوم عن الركن المادي والركن المعناوي بعد ذلك تحدثنا عن المحاولة في جريمة التسميم اليوم طلبة الأعزاء سوف ننتقل للحديث عن جرائم لا تقل خطورة عن ما ذكرناه وهي جرائم الإيداء جرائم الإيداء ماذا نقصد بجرائم الإيداء جرائم الإيداء تشمل كل الأنشطة التي من شأنها أن تصيب الإنسان في جسمه أو صحته بالضرر دون أن تطالى حياته ونحو ذلك كالضرب أو الجرح أو إعطاء مواد السامة أو ضارة بصحة الضحية وغيرها من الوسائل التي يتحقق بها الاعتداء على جسم الإنسان ونيل من صحته هذه الجرائم تنقصم لنا طلبة الأعزاء إلى قسمين أو إلى نوعين هناك جرائم الإيداء التي تتميز بكون أن الفاعل يريد إلحاق الأدب الضحية بأنه يوجه إرادته ويكون له قصد جنائي قصد جنائي يبتغي من ورائه إلحاق الأدب الضحية دون أن يقصد موتها وحتى وإن تحقق أو حتى وإن ماتت الضحية فإن ذلك يكيف على أنه إداء عمد مفضي إلى الموت دون نية إحداثه ومع ذلك فإن النتيجة في هذه الجرائم تلعب دورا هاما في تحديد عقوبة مرتكب هذا الفعل بمعنى أن تكيف الفعل الذي قام به الجاني وهو الاعتداء يتم بناء على النتيجة التي تحققت من جرائي ذلك الاعتداء بعد ذلك النوع الثاني من هذه الجرائم الاعتداء وهي جرائم الاعتداء الغير العمدية وهي التي تكون نتيجة خطأ أو إهمال أو عدم تبصر أو عدم احتياط إذن لكي نتعمق أكثر في هذه الجرائم سوف نتطرق إلى جرائم الإداء العمدية جرائم الإداء العمدية لكي تتضيح الصورة أكثر جرائم إداء تتقاسم إلى نوعين هناك جرائم إداء عمدية وهناك غير عمدية نحن الآن في المحور المتعلق أو في الشق المتعلق بجرائم إداء العمدية تتميز هذه الطائفة من الجرائم بأن الفاعل يريد إلحاق الأدى بالضحية وذلك عن طريق المساس بالسلامة الجسدية أو بصحة الضحية دون أن يكون قاصداً قتل الضحية ولو حدث القتل فإنه يكيف على أنه قتل دون نية إحداثه ومن ثم فالرقن المعنوي فيها جميع صور جرائم إداء العمدية والتي نحن نطرق الصور اليوم إن شاء الله لها رقن معنوي واحد لا يختلف من جريمة إلى أخرى سواء كان جريمة إداء خفيف أو جريمة إداء المفضي إلى عاها أو جريمة إداء المفضي إلى الموت جميعها الرقن المعنوي فيها واحد لا يختلف من جريمة إلى أخرى إذ هو في كل واحد من هذه الجرائم قصد إذ هو في كل واحد من هذه الجرائم اتجه قصد الجاني إلى المساس بالسلامة الجسمية للضحية لكن ومع ذلك فأن النتيجة في هذه الجرائم تلعب دورا حاسما في تحديد التكييف القانوني للفعل والعقاب الذي يجب أن يلحق بالفاعل وذلك بحسب ما إذا كانت النتيجة إزحاق روح أو أدى خفيف أو عز مؤقت أو عها دائمة أو قضى على حية الضحية دون القصد القتل إذن هذه الجرائم أو أنواع هذه الجرائم هي كالتالي هناك العنف أو الإداء الخفيف وهو المعاقب عليه بمقتضى الفصل 608 الفقرة أولى من جمعات القانون الجنائي نوع الثاني هناك الضرب أو الجرح أو العنف أو الإداء الذي لا ينتج عنه مرض أو عجل عن الأشغال أو إن نتج عنه هذا المرض أو العجل عن الأشغال فإن مدته تكون لا تتجاوز عشرين يوما وهو معاقب عليه بمقتضى الفصل 408-459 من القانون الجنائي هناك الضرب أو النوع الثالث وهو الضرب أو الجرح أو العنف أو الإداء الذي يخلف عجدا تتجاوز مدته عشرين يوما لاحظوا معي طالبتي الأعزاء على أن الاختلاف المدة يؤثر في نوعية الجريمة بمعنى إن كانت العجل مدة تتقل عن عشرين يوما نكون أمام الصنف من الجرائم إن تجاوزت المدة عشرين يوما ننتقل إلى الصنف الثاني يبتلي إلى عقوبة أشل وهناك النوع الثالث قلنا وهو الضرب أو الجرح أو العنف أو الإداء الذي نتجت عنه عاها مستديمة وهو ما عقب عليه الفصل 400 مجوج من القانون الجنائي هناك النوع الرابع وهو الضرب أو الجرح أو العنف أو الإداء الذي نتج عنه موت الضحية وهو ما يمكن تكيفه بالضرب والجرح المفدي إلى الموت دون نية إحداثه عاقبت عليه أو نصت على جريمه الفصول 403, 410, 413, 459 من القانون الجنائي ولإعطاء فكرة عامة عن هذه الجرائم سوف نبحث في أركان جريمة الإداء العمن والتي هي لا تختلف باختلاف صور الجريمة وبعد ذلك سوف ننتقل للحديث عن عقاب هذه الجرائم التي تحدثنا على الأنواع من الجرائم التي تحدثنا عليها حالا أو سابقا إذن أركان جريمة الإداء العمن جريمة الإداء العمن كغيرها من الجرائم تقوم على أساس ركنين الركن المادي شأنها في ذلك شأن جريمة القتل العمن كما سبقنا أن رأينا وجريمة تسميم إذن الركن المادي أو كركن أول من أركان جريمة الإداء العمن الركن المادي في جرائم الإداء العمن يتكون من ثلاثة عناصر وشكله في ذلك كما قلنا هو شكله في ذلك شكل الركن المادي في جريمة القتل العمن إذن عندنا العنصر الأول الذي يدخل في تكوين الركن المادي وهو النشاط الإجرامي أو النشاط الإجرامي الذي يقوم به الجانب إذا كان كل نشاط يؤدي إلى إداء الضحية في جسمها أو في صحتها يصلح لأن يكون عنصرا مكونا للركن المادي لجرائم إداء العام فباستقراء الفوصول 400 و 401 و 400 وجوج و 403 و 408 و 459 من القانون الجنائي نلاحظ على أن المشرع قد أورد بعض الصور لهذا النشاط المؤدي والأكثر ورودا في العمل الطبيقية أو في الواقع المعاش وهي هناك الضرب وهناك الجرح وهناك العنف وهناك الإداء وثم هناك إعطاء مواد ضرة بالصحة هذه هي أغلب صور التي يتحقق بها النشاط الإجرامي في الإداء العمدي في جرائم إداء العمدي عفوا والفقه يعتبر بأن هذه الصور الإداء المكونة للعنصر الأول في الروق المادي لهذه الجرائم أوردها المشرع على سبيل التمثيل بحيث يمكن اعتبار أي وسيلة أدت إلى إصابة الضحية أو إداءها في جسمها وصحتها من غير الصور التي ذكرها المشرع تؤدي أو تدخل في تكوين النشاط الإجرامي في الروق المادي بمعنى رغم أن المشرع لم يحدد لنا وعطانا على سبيل المثال الأشياء التي من شأنها أو الأفعال التي تدخل في النشاط الإجرامي وقال لنا هو الضرب والجرح والعنف والإداء وإعطاء مواد ضرة هذه الصور هي على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر بمعنى أن حتى وإن تم اعتراض أو تعريض الضحية الإداء بأي طريقة أخرى غير الطرق التي ذكرها المشرع في الفصول المجرمة للفعل الإداء فإنها تدخل في تكوين النشاط الإجرامي وبالتوين تستوجب العقب لهذا سوف نقوم بدراسة هذه الصور التي حدد علينا المشرع في كل صورة على حيث لكي تكتمل لنا الرؤية ويمكن لنا أن نستحضرها بشكل عملي وواقعي أكثر في الشرح إذن أولى الصور النشاط الإجرامي وهو الضرب ماذا نقصد بالضرب الضرب هو كل ضغط أو رض أو دفع أو احتكاك بجسم المجني عليه سواء ترك به أطرا أم لم يتركه أعيد الضرب هو كل ضغط أو رض أو دفع أو احتكاك بجسم المجني عليه سواء ترك به أطرا أم لم يترك وكما تعلمون والغالب هو أن يترك الضرب أطرا خارجيا على جسم الضحية إما انتفاخ أو حمرار أو تورم في الجلد أو تغير لونه إلى الزرقة كل هذه العلامات تساعد على إثبات الواقع الإجرامية وتساعد على إثبات فعل الضرب التي تعرضت له الضحية لكن السؤال هل هناك بعض الأفعال أو بعض الأنواع ذلك الضرب لا تتركه أثارا؟ هل إن لم تترك أثارا؟ نعتبر أن نركن الضرب غير قائم بمعنى إذا تعرضت ضحية لإعتداء بالضرب لكن هذا الدرب لم يترك عليه أي أثار التي يستدل منها على أنه تعرض لإعتداء فهل هذه المسألة يمكن أن نعتبرها أن نركن الضرب غير قائم بها نظرا لإنعدام موجود الأثار إجابة الفقه يقول له لا يشترط لمعاقبة المجني عليه أن يترك الضرب الذي قام به أثارا على جسم الضحية فجميع أنواع الدرب فكما تعلمون هناك مجموعة من أنواع ذلك الدرب لا تتركه أثارا بمعنى أنه ممكن يعرضك بالضرب بعاصة وقد لا يتركه أثارا على مستوى الجيد لكن هناك أثار داخلي كأنه يعرضك مثلا الكسر وتعلمون أن للكشف عن الكسر يجبه الإنسان أن يقوم بتصوير من أشياء السكانير لكي يتبه حالات الكسر أو حالات الضرب أو حالات العنف الذي تعرض إليه يدخل في صور الضرب كذلك الإسقاط على الأرض لو يديرها هذه كلها صور للضرب إلا أنها قد لا تتركه أثارا على جسم الضحية العنصر الثاني وهو الجرح إذن الأول كان الضرب الثاني وهو الجرح والجرح هو النشاط الذي يأتيه الفعل ويتركه أثارا في جسم الضحية إما أن تراه بالعين المجردة كقطع أحد الأوعيات الدموية السطحية بمعما يكون ظاهرا على جسم الضحية ذلك القطع أو ذلك الشرخ الذي يحدث على مستوى الجيد أو لا تراه العين كأن يكون باطنا في جسم الضحية بطنيا في جسم الضحية وهو الذي يعطينا مثال له مثلا كالكسر أحد العظام أو نزيف دموي داخلي بمعنى لا يمكنه الكشف عنه إلا بعد إجراءة صوير بالأشعة أو الجراحة هذا فيما يتعلق بالضرب ننتقل إلى العنف عفوا هذا فيما يتعلق بالجرح ننتقل إلى العنف 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 مفهومه ينطبق في القانون المغربي على كل حالة يقع فيها على كل حالة يقع فيها المساس بالضحية عن طريق القوة دون جرح أو ضرب وسوف نعطي مثال العنف بمعنى العنف يختلف عن ضرب الجرح الضرب يمكن أن يتركه أثرا على جسم الضحية وقد لا يتركه أثرا نفس الشيء يتطبقه على الجرح قد يكون يترك أثرا أو لا يتركه أثرا بمعنى أنه هو فعل مادي لكن العنف هو كما قلنا جاء تعرفه في القانون المغربي كل حالة يقع فيها المساس بالضحية عن طريق القوة دون جرح أو ضرب ونحو ذلك مثلا توجيه مثلا مسدث محشو إلى جسم الضحية من أجل إيقاع الرعب عليه وإخافته هذا يشكل نوعا من العنف مثلا مثل آخر عن العنف مثلا إجبار الضحية على سلوك طريق معين بالقوة أو منعه من سلوك الطريق الذي تعود أن يسلكه بالقوة هذا يعتبر عنف ننتقل إلى العنصر الرابع وهو الإيداء الإيداء فيشمل كل ما يؤدي الإنسان في جسمه أو صحته بحيث يجمع لنا الإيداء الصور التي ذكرنا عليها كاملة سواء ضرب أو جرح أو عنف بمعنى جميع الصور التي ذكرنا سابقا تدخل في عنصر الإيداء شريطة وهو شرط في هذه المثألة أن يكون الإيداء الذي يحدث لا يصيب العاطفة أو الشعر وإلا في هذه الحالة سوف نلجأ للتطبيق قوانين أخرى أو نصوص أخرى للتجريم بمعنى الإيداء الذي قد يصيب العاطفة أو الشعر مثلا نعطي عليه مثال السب والقدف هذا نوع من الإيداء إلا أنه ليس إيداء مدين وإيداء معناوي يصيب العاطفة أو الشعر وليمكن أن نعاقب عليه بالفصول المجرمة لفعل الاعتداء على الشخص بين المثال بسلامته في هذه الحالة سوف نطبق فصول أخرى وهي فصول السب والقدف لها الضوابطها وأركانها في القانون الجنائي إذن هذا فيما يتعلق بالعنصر المكوين للنشاط الإجرامي والذي قلناك أن تدخل فيه أعيد الدرب والجرح الإيداء والعنف هذه هي العناصر المكوينة للنشاط الأول النشاط الإجرامي في فرق المادي ننتقل إلى العنصر الثاني في فرق المادي وهو النتيجة الإجرامية جرائم الإيداء طلبة الأعزاء يمكن أن نقصمها من حيث النتيجة إلى قسمين هناك جرائم التي تقوم بغض النظر عن تحقق نتيجة مديادة أهمية وهي التي تشمل ذلك العنف الخفيف الذي قد لا يصيب صاحبه بعجل بل حتى وإن أصابه بعجل يكون مدته لا تتجاوز عشرين يوما العنصر الثاني وهي النوع الثاني من هذا الجرائم هي التي تتصاعد عقوبتها بسبب تحقق النتيجة الإجرامية ذات أهمية وهذه الجرائم هي كالتالي هناك الدرب والجرح والإيداء الذي يخلف عجل تتجاوز مدته عشرين يوما ومعاقب عليه بمقتدى الفصل 401 من القانون الجنائي وهناك الدرب والجرح والإيداء الذي يسبب عها مستليمة والمعاقب عليه بمقتدى الفصل 400 وجوج وهناك الدرب والجرح والعنف أو الإيداء النتيجة عنه نوت الضحية ومعاقب عليه بمقتدى الفصل 403 بمعنى الدرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه إذن هذه هي النتائج التي يمكن أن تحصل نتيجة الإيداء العمدي هذه هي أنواع النتائج أو أنواع الجرائم التي يمكن أن تتحقق من خلال فعل الإيداء العمدي إذن ننتقل لدراسة العنصر الثالث في النشاط أو في الرقل المادي وهو العلاقة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة بحيث لنعاقب الشخص عن فعل الإيداء العمدي يجب أن تتوفر علاقة سببية ما بين الفعل الذي قام به وما بين النتيجة التي تحققت بمعنى علاقة المسبب بالسبب ولكي يكتمل الرقل المادي في جرائم الإيداء العمدي المعاقب عليه خصوصا في الفصل 401-403 يلزم توفر علاقة سببية بين النشاط المؤدي الذي أتاه الفاعل والنتيجة التي هي إما عجل مدة فوق 20 يوما أو عاها دائما أو وفاة الضحية وبالتالي العلاقة السببية تشكل عنصرا أساسيا في توقيع العقاب على الجاني وسنوضح هذا المسألة هذه حين الحديث عن العقاب ننتقل للعنصر الثاني أو الركن الثاني في جرائم الإيداء العملية وهو الركن المعنوي ماذا نقصده بالركن المعنوي أو القصد الجنائي يتحقق الركن المعنوي في جرائم الإيداء العملية إذا انصرفت إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها القانون به ومعنى هذا أن الجاني قد وجه نشطه المؤدي بقصد المساس بجسم الضحية أو صحتها إذا قام لديه هذا القصد قام الركن المعنوي لديه إذا قام لديه هذا القصد أنه وجه إرادته إلى المساس بسلامة الجسمية للضحية يكون قد وقع لديه الركن أو قد قام لديه الركن المعنوي في جرائم الإيداء العملية وينتج عن هذه المسألة أنه لا يوجد قصد خاص في هذا النوع من الجرائم كما أن الدوافع التي دفعت بالمؤدي إلى ممارسة الإيداء على الشخص لا عبرة بها فسواء كان من وراء هذا الاعتداء الانتقى من الضحية أو تأديبها أو أي شيء آخر من هذا الدوافع التي يمكن أن تكون لديه والتي كانت وراء قيامه بهذا فعل هذا الاعتداء لا عبرة بها لا يمكن الأخذ بها كما أنه لا عبرة بكون الضرب أو الزرح أو الإيداء كان متبادلا إذا كان متبادلا ما بين الضحية وما بين الفاعل أو الجاني في هذه الحالة ننظر للنتيجة التي حققها كل شخصي على الآخر وبالتالي من منطلق النتيجة سوف يحدد العقاب مع مراعاة طبعا حالة الدفاع الشرعي وحالة الاستفزاز إذا توفرت أركانها وطبيعي أن ينتفي القصد الجنائي كلما حصل النشاط المؤدي إلى الإيداء بدون تعمد معنى أنه إذا لم يكن الجاني يقصد فعلا القيام بالنشاط وتحقيق النتيجة ينتفي له القصد الجنائي سأعطي مثال على ذلك كما نقول مثلا الشخص الذي يشتغل في مجال البناء أثناء قيامه بعمله سقطت من يده لبناء فأصابت أحد المرة أو أحد العمال معه في الورش أصابته على مسورة سببت له عزل أم لم تسبب له عزل في هذا المثال يتضح لنا على أن القصد الجنائي غير متوفر كما ينتفي القصد الجنائي كذلك إذا قام الفاعل بالنشاط المؤدي إلى الإيداء عن قصد إلا أنه لم يستهدف به المساسة بالسلامة للجسم الضحية ومثال ذلك وعطينا هذا المثال في حديثنا عن القتل العمل أن مجموعة من الأصدقاء خرجوا في رحلة الصيد وأحد الأصدقاء صوب بندقيته تجاه الطاردة فأطلق الرصاصة من البندقية فإذا بها أخطأ الطاردة وأصابت أحد أصدقاء المرافقين له في الرحلة فأصابه بجروح أو نتج عنه عزل أو قد يكون قد قتله إذن في هذا الحالة هذه فإن في المثال الأول الجاني قام بالنشاط المؤدي بدون قصد بحيث أنه لم يوجه إرادته لإيتيان الفعل وفي المثال الثاني قام بالنشاط المؤدي عن قصد لكن لم يوجه هذا القصد إلى المساس بالسلامة الجسدية للضحية ومع ذلك رغم أنه ينتفي الركن المعناوي في قيام جريمة الإداء العمل إلا أنه يمكنه متابعته أو معاقبته طبقا لجرائم الإداء الخطأ أو القتل الخطأ طبعا إذا توفرت أسبابه وشروطه التي حددها القانون هنا سوف نود في المقام هذا أن نقوم بالتذكير بأن القصد الجنائي في جرائم الإداء العمدية يتحقق بمجرد توجيه إرادة المؤدي النشاط المؤدي إلى المساس بسلامة الجسمية أو الصحية لإنسان ما ويترتب عن هذا التقرير أنه لا عبرة بنوعية الإداء الذي قصده الجاني وإنما العبرة بالنتائج التي ترتبت عنه وسنعطي مثال مثال نقوله مثلا الشخص الذي كان ينوي كان ينوي جرح الضحية فقط لكن أدى الاعتداء المؤدي إلى بطر عضو من أعضاء الضحية فإنه في هذه الحالة يعاقب طبقا للفصل 400 وججم القانون الجنائي الذي يعاقبه عن إداء المؤدي إلى عاها مستديمة ولا عبرة للنية التي كانت لديه بمعنى رغم أنه كان في نيته مجرد إداء الضحية إداءا خفيفا إلا أنه تحققت نتيجة أخرى غير التي كانت في نيته فيعاقب طبقا للنتيجة التي تحققت أي أن النتيجة التي حصلت فعلا للضحية هي التي سيعاقب بمقتضاها الجاني ولتوضيح هذا الإجمال يمكن القول بأنه يتعذر على شخص الذي يباشر إداءا على شخص آخر بالضرب أو الجرح أو أي طريقة أخرى أن يحدد بدقة أن يحدد بدقة النتيجة التي سيتوصل إليها من هذا الإداء بمعنى وإن كان هو يمارس الإداء وله نية المماراة أو له قصد جنائي فمارست إداء ولكنه كان يقصد إداءا خفيفا إلا أنه يصعب عليه أن يحدد بدقة هذه النتيجة لماذا؟ لأن هناك عوامل أخرى تتدخل في تحديد أو في الوصول إلى النتيجة مثل البنية الجسمانية للجاني مثل مثلا صحة الضحية فقد يكون شخص عادي قد يتحمل مثلا ضرب بعصة على ظهره وهناك شخص عالي قد تضربه بعصة على ظهره فيسقطه قتيلا أو فيسقطه ميتا كذلك العامل المتعلق ببنية الجسمانية للضحية مثلا أنت ضربك شخص ذو بنية ضعيفة ونحيل طبعا أثر الذي سيخلفه هذا الضرب ليس هو الأثر الذي سيخلفه الضرب في حالة ما قام بضربك شخص دو بنية جسمانية قوية إذن النتيجة غير مضمونة في فعل الإداء بمفهوم نية للجاني لماذا؟ لأنه قلناك تتدخل في عوامل كثيرة محيطة سواء بالجاني أو بالضحية أو بأشخاص آخرين قد يتدخلون لفك أو لمنعك من الاعتداء أكثر على الضحية لهذا جاء القانون كان واضحا هنا وهذا المشرع كان واضحا أكثر وهذه من حكمة المشرع هو أنه عاقب بالنتيجة التي تحصل ولم يعاقب بالنية التي كانت لدى الجاني ومن ثم فإن الجاني لن يسأل إلا عن نتائج التي حصلت بسبب مباشرته للنشاط المؤدي بغض النظر عن قصده ونيته إلى هنا نكون قد أنهينا الحديث عن أركان جريمة الإداء العمدية الأركان التي تقوم عليها جريمة الإداء العمدية سواء بركنها المادي وبركنها المعنوي وبالعناصر المتدخلة أيضا في الركن المعنوي في الركن المادي الذي قلنا عليها هو النشاط والنتيجة والعلاقة السببية ننتقل الآن للحديث عن العقاب في جرائم الإداء العمدي فيلاحظ على أن المشرع عند خلعه للوصف الجنائي على جرائم الإداء العمدي والعقاب عنها قد اعتدى كما قلنا بالنتيجة التي تنتج عن النشاط المؤدي الصادر من الفاعل ومن ثم فقد اعتبر بعض هذه الجرائم مكوينة لجنائية من الجناية وذلك بناء للنتيجة التي لا تحققت بها والبعض الآخر جعله يدخل في خانة الجنح من الجنح طبعا باعتبار النتيجة في حين اعتبر النوع الثالث يدخل في خانة المخالفات إن الملاحظة كذلك هو أن الظروف تشديد في هذه الجرائم هذه تتعلق بكل جريمة من الجرائم على حين لكن أسباب التخفيف تنطبق على كافة الجرائم دون تمييز لذلك سوف نتحدث عن عقاب هذه الجرائم كما يلي أولا نتحدث عن عقاب جرائم العمدية المكوينة لجنائية من جنح ما هي الجرائم التي تدخل في تكون جنائية من الجنح لاحظوا معي طلب الأعزاء على أن التخفيف الجنائي للفجر يؤثر على اختصاص نوعي للمحاكم وعلى تصنيف الجرائم أو يؤثر على تصنيف الجرائم وبالتالي يؤثر على اختصاص نوعي للمحاكم كما تعلمون أن الجرائم مقصمة تلتة أنواع هناك مخالفات وجناح وجناهات فإذا كيفنا الفعل على أنه جناية فهذا يؤثر على الاختصاص النوعي للمحكمة وبالتالي كما تعلمون المحكمة المؤهلة للبث في الجناهات وهي محكمة الاستئناف في حين أنه إذا قيف الفعل على أنه جنحة فهذا يجعلنا نحين الفعل على المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة إذن قلنا عقاب جرائم العمدية المكونة لجناية من الجناية أولى هذه الجرائم وهي جريمة الضرب والجرح المفضل إلى الموت دون نية إحداثه حيث جاء في الفصل 403 من قانون الجنائي ماذا يقول لنا هذا الفصل؟ يقول إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيداء أو العنف قد ارتكب عمدا ولكن دون نية القتل ولكن دون نية القتل ومع ذلك ترتب عنه موت فإن العقوبة تكون السجن من 10 إلى 20 سنة وفي حالة سبق الإصرار أو الترسل أو استعمال السلاح تكون العقوبة هي السجن المؤبل وعيد الفصل 403 يقول إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيداء أو العنف قد ارتكب عمدا ولكن دون نية القتل ومع ذلك ترتب عنه موت فإن العقوبة تكون السجن من 10 إلى 20 سنة وفي حالة سبق الإصرار أو الترسل أو استعمال السلاح تكون العقوبة هي السجن المؤبل أما إذا كان الإيداء مرتكبا ضد أحد الأصول أصول الجاني طبعا قدرولا أصول الجاني ففي هذه الحالة نرى أن الفقرة الثالثة من الفصل 404 من القانون الجاني تقول في حالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 403 السجن من 20 إلى 30 سنة أما في حالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية منه فهي السجن المؤبد بمعنى أنا أشرح هذه الفقرة الثالثة من الفصل 404 والفصل 403 ككل أشرح ماذا نستنتج باستقرارنا هذه الفوصل أن المشرع عاقب على هذه الجريمة في صورتها العادية بالسجن من 10 إلى 20 سنة لكنه عاقبها بعقوبة القتل البسيط وهي عقوبة القتل البسيط كنت ذكروا معي عقوبة القتل البسيط كما سبقوا أن أشرنا إليه في جريمة القتل وهي السجن المؤبد ما تيعاقب عليها بالسجن المؤبد هذا الضرب الجرح المفدي إلى الموت دون نية إحداته إذا توفر سبق الإسرار أو الترصد وهي عناصر تشديد في العقب أو السعمل السلاح هذا إذا كان الجانب فرعاً للمجني عليه بمعنى يدخل في أحد أصوله عما إن كان فرعاً له أو زوجاً أو كافلاً له فإن العقوبة في هذه الحالة هي السجن من 20 إلى 30 سنة أما إن هي اقترنت بسبق الإسرار أو الترصد أو استعمال السلاح فتكون العقوبة هي السجن المؤبد وعيد الشرح لهذه الفصلين بلغة مبسطة أكثر من خلال استقراءتنا لهذه الفصلين ماذا يتضح؟ أن المشرع عقب لنا على جريمة الصورة ديالة العادية جريمة الإداء العمدي المفدي إلى الموت دون نية إحداته بسجن عشر سنين لعشرين سنة ولكن رفع هذه العقوبة وهي أعطاها عقوبة القتل العمد وهي السجن المؤبد مات إذا كانت أو إذا توفرت فيها سبق الإسرار والترصد أو استعمال السلاح هذه في الحالة العادية بمعنى أن الجاني هو يتشاجر أو قام بهذه الفعل مع شخص عادي لكن ماته يتشدد العقب أكثر إذا كان الجاني قد قام بهذا الفعل ضده إما وصوله يعني الولدين دياله أو الزوج دياله أو الكافيل دياله فهذه الحالة هذه العقوبة كتولي الحالة ديالة العادية لما كانت متوفر فيها سبق الإسرار والترصد كتولي عشرين حتى ثلاثين سنة فعوض ما كانت عشر ثنين لعشرين سنة ولات عشرين ثلاثين سنة إن اقترنت بسبق الإسرار والترصد واستعمل فيها السلاح فتكون العقوبة هي السجن المؤمن هذا فيما يتعلق بجناية الإداء العمد المفضي إلى الموت كصورة من صور الجرائم الإداء الجنائية لأن هناك صورة جرائم الإداء جنحية ننتقل الحديث عن الجناية الثانية وهي الجناية الإداء العمد المفضي إلى عاها مستديمة جناية الإداء العمد المفضي إلى عاها مستديمة عقب عليها المشرع في الفصل 400 جد من قانون الجنائي ماذا يقول لنا هذا الفصل؟ يقول إذا كان الجرح أو الدرب أو غيرهما من وسائل العمد أو الإيداء قد نتج عنه فقد عضوي أو بطره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاها دائما أخرى فإن العقوبة تكون هي السجن من خمسة إلى عشرين سنة في حالة توفر سبق الإصرار والترصد والتي قلنا عليه سبق الإصرار والترصد دائما قد تخل في عناصر تشتيد أو استعمال سلاح تكون العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة الحالة العادية تكون العقوبة خمس سنوات لعشر سنوات زادت عليها ظروف تشتيد لهو سبق الإصرار والترصد أو استعمال سلاح قد تتقل العقوبة من 10 إلى 20 سنة إذن بمقصد الفقرة الثانية من فصل 404 اللي ذكرناه دابا اللي ذكرناه سابقا عفوا اللي متعلق بالحالة اللي كيقوم بها الشخص بالجريمة ديال الإيداء تجاه أحد الأصول دياله نرى أن المشرع شدد عقوبة هذه الجريمة إذا كان المجني عليه أصلا للجاني أو زوجا له أو كافلا له حيث العقوبة إذاك تكون السجن من 10 إلى 20 سنة إذا كانت غير مرفقة بأي ضرف من ظروف تشديد أما إن هي اقترنت بأي ضرف من الظرف الواردة في الفصل 404 قلنا عليها الإصرار والترصد والاستعمال السلاح فإن العقوبة تكون هي السجن من 20 إلى 30 سنة فبعض الظروف تشديد اللي ذكرنا في هذا المقام سبق لنا شرحناها وأعطيناها الوقت الكافي دياله اللي هو سبق الإصرار والترصد حينما كنا نتحدث عن جرائم عن جريمة القتل عام لكن ما يستدعي أن الوقوف التوضح في هذه النقطة هذه هو مفهوم العاهة المستديمة ماذا نقصده بالعاهة الدائمة بالرجوع للفصل 400 وجوج من القانون الجنائي نجد المشري لم يقوم بتعريف العاهة الدائمة وإنما أعطى لنا أمثلة عنها عندما عاقب على فقدان العضو أو بطره أو لاحظوا معي الفقدان والبطر أو الحرمان من منفعة أو عامة أو عور أو أي عاها دائمة أخرى أي عاها دائمة أخرى غير التي ذكرت في هذا الفصل إذن كل ما من شأنه نقص قوة الأعضاء أو نقص قوة الأعضاء أو أحد الأزاء دياله أو التقليل من مقاومة طبيعية للعضو أو فقدان نسبة ضائلة من منفعة ذلك للعضو أو سواء بصورة ضائلة أو دائمة فهو يشكل عاها مستديمة على اعتبار أنه فقد جزئي للوظيفة التي خلق العضو لأجلها بالتالي مفهوم العاها المستديمة ينطبق على أي فقد ولو كان جزئيا أترف الوظيفة الطبيعية للعضو فإنه يكيف على أنه عاها مستديمة وبالتالي التساؤل الذي قد يطرح في هذا المقا هو إذا كانت شوي في الخلقة إما عن طريق الحرق أو عن طريق الضرب بسكين على مستوى الوجه وسبب جرحان غائران في الوجه استعصى علاجه هل يشكل هذا عاها مستديمة؟ هل يدخل في نطاق العاها المستديمة؟ الشخص الذي يقوم لنا شخص جاني اعترض سبيل أحد الأشخاص لو أن رجل عمراء من أجل الصريقة قاومته الضحية فقام بسكين وضربها على مستوى الوجه فسبب لها جرحان غائران نتاج عنه عجز تجاوزت مدته عشرين يوما أعزائي الطالبة ما رأيكم في هذا الواقع هل سنتابع الشخص الذي قام بهذا الفعل بجريمة الإداء العمدي المفضي إلى عاها مستديمة؟ أم سنتابعه بجريمة الإداء العمدي الذي نتاج عنه عجز تجاوزت مدته عشرين يوما فكنت أتمنى وأن أشتاق إليكم وأشتاق المدرج الذي كان يجمعونا وأتمنى زمان الله على القدر أن نجتمع في القارئ وأن يرفع هذا البلاء عن جميع الأمة الإسلامية بإذن الله لأن هذه الأنواع من الأسئلة فعلا تخلق جوا علميا ونقاشا أستحسنه ففي هذه الحالة وفي هذه الحالة التي رحنا فيها هذه التساؤل نرى أن المشرع المغربي سكت عن هذا الموضوع والحري بالتأييد وهذا من المنظور الشخصي ديالي ومنظور مجموعة من الفقهاء هو أن يعتبر أتشوي في الخلقة خصوصا في الوجه عاها دائما لأنه إذا كان المشرع قد اعتبر عاها دائما فقد إصبع فكيف بفقد المنظر للإنسان اللي هو على مستوى الوجه دياله فأنا بالنسبة لي أرى أنها أفضع وأكثر من فقد الإصبع وأنتم الطالبة الأعزاء أو أي شخص لو خير ما بين فقد أحد الأصابع دياله وما بين الإصابة بجرح غائر على مستوى وجه أكيد سيختاروا البطرة الأحد الأصابع دياله على وجهه لأن الوجه كما تعلمون هو خصوصا بالنساء يعتبر مكان الجمال أو الوجه التي يلتق بها الإنسان الشخص الآخر وبالتالي إذا أصابه أي جرح فهذا أنا كان أميل للطرح الذي يؤدي إلى تكييف هذا الفعل لأنه إذا مفضي إلى نتج عنه عاها مستديمة إذن ننتقل العقاب أو ننتقل النوع الثاني من هذه الجرائم وهو عقاب الجرائم الإداء العمدية المكونة لجنحة من الجنح حاليا كنا نحضرنا على جد أنواع الجرائم اللي هي جرائم إداء عمدية إلا أنها تدخل في صنف الجنايات هنا ننتقل الصور الثاني اللي هي جرائم الإداء العمدية اللي تدخل في صنف الجنح أولى هذه الجرائم هي عقاب جنحات الإداء الذي لم ينتج عنه مرض أو عجل عن أشغال شخصية أو نتج عنه هذا المرض أو العجل عن أشغال شخصية لكن مدة هذا العجل كانت تقل عن عشرين يوما عقاب المشرع المغربي على هذه الجنحة في الفضل أربعمائة من قانون الجنائي حيث قال من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيداء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجل عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجل لا تتجاوز مدته عشرين يوما يعاقب بالحفز من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مئتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين بمعنى أن القاضي هنا مخير وفي حالة توفر سبق الإسرار أو الترصب أو استعمال السلاح تكون العقوبة هي الحفز من ستة شهور إلى سنتين وغرامة من مئتين إلى ألف درهم اعتمادا على هذا النص الذي اذكرنا هذا بعد أربعمائة من القانون الجنائي يكون القاضي مخيرا بين الغرامة والعقوبة السليبة للحرية إذا لم يرافق ارتكاب هذه الجنحة بإحدى ظروف تشديد وهي الظروف تشديد التي قلنا عليها الإسرار الترصب واستعمال السلاح أما إن كان الإداء مرفوقا بأحد الظروف تشديد فإن القاضي يكون ملزما بتطبيق العقوبة السليبة للحرية والعقوبة المالية معا ينعدم التخير في هذه الحالة إذا حضر عناصر التشديد وبالرجوع للفقرة الأولى من الفصل 440 من القانون الجنائي نجد المشرع قد شدد العقاب على الجاني إذا ارتكب هذه الجنحة على أحد أصوله أو ضد كافيره أو ضد زوجه حيث أمر بتضعيف العقوبة الواردة في الفصل 400 من القانون الجنائي بحسب تفصيلات الواردة فيها هذا يعني على أن عقوبة الجاني في هذه الحالة تكون من شهرين سنتين سنتين أو غرامة من 400 لألف درهم إذا كان الاعتداء غير مرفوق بأي درف من ظروف تشديد وإذا رفقته إحدى ظروف تشديد اللي هي قناة سفق الإسرار أو الترصد أو استعمال السلاح فإن العقوبة تصبح بين سنة وأربع سنوات وغرامة ما بين 400 2000 درهم والعقوبة على التفصيل السابق يطبقها القاضي على الفاعل سواء لم ينتج عن الإداء مرض أو عز عن عمل الشخص أصلا أو نتج عنه مرض أو عز تجاوزت مدته لا تتجاوز مدته عشرين يوما إذن واضح أنه بالنسبة للحالة التي لا يختلف فيها عن الإداء العمدي المفدي إلى حصول عز تقل مدته عن عشرين يوما صنفها المشرع في الخانة الإداء العمدي الخفيف إذن النوع الثاني من هذه الجرائم التي سنتحدث عن الجرائم الإداء العمدي التي تدخل في خانة الجنح وهي جنحة الإداء العمدي الذي نتج عنه عجز تجاوزت مدته عشرين يوما وهو ما عاقب عليه المشرع المغربي في الفصل أربعمية وواحد حيث قال ماذا يقولنا الفصل أربعمية وواحد إذا كان الجرح أو الدرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإداء قد نتج عنه عجز تجاوزت مدته عشرين يوما فإن العقوبة تكون الحفز من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مئتين إلى ألف درهم وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مئتين وخمسين إلى ألفين درهم يجوز أن يحكم أو يحكم على مرتكب الجريمة علوة على ذلك بالحرمان من واحد أو أكثر من حقوق المشار إلى فصل أربعمية واربعين وبالمنع من الإقامة لمدة خمس إلى عشر سنوات إذن هذا منطق الفصل أربعمية وواحد هذا وإذا كانت عقوبة هذه الجريمة لا تتير أي إشكال أي إشكال من حيث أن من حيث أن الفاعل حقق النتيجة الإجرامية ونتج عنها تجاوز مدة العز عشرين يوما والمقصود بهذا العز دي العشرين يوما هو عدم قدرة المجني عليه القيام بالأعمال البدنية التي يمارسها في الحياة المعتادة كالماشي والحركة إلى غير ذلك من الأنشطة دون النشاطة المهنية والأعمال الغير العادية كالرياضة والمصارعة ونحوها بمعنى أنه أصابه بعز أفقده القدرة على القيام بأنشطته اليومية المعتادة وبالتالي فنشير في هذا المقام على أن مدة العز ينبغي أن تتجاوز عشرين يوما تحتسب ابتداء من اليوم الذي حدث فيه النتيجة اللي هي العز وذلك بسبب طبعا النشاط الجاني المؤدي وليس من اليوم الممارسة هذا النشاط مثلا قام شخص بإعطاء مواد ضارة بصحة الضحية أعطاها لها مثلا في تاريخ واحد ثلاثة لم تعطي هذه المواد مفعولها إلا ابتداء من اليوم العاشر من شهر ثلاثة في هذه الحالة مدة العز ما نحسب واشي من اليوم واحد الذي تلقت فيه الضحية هذه المواد لأن من اليوم واحد اليوم عشرة كان الضحية يقوم بالأعمال والأنشطة ديره بشكل عادي لكن تحتسب مدة العز ابتداء من تاريخ تحقق النتيجة بمعنى إن تحققت نتيجة في اليوم العاشر وامتدت إلى اليوم الثالث أو الرابع من الشهر الرابع تحتسب تحتسب مدة العز من تاريخ تحقق النتيجة إلى يوم انتهائها وليس من تاريخ القيام بالفعل هذا فيما يتعلق بأصناف الجرائم إداء العمل ننتقل الآن للحديث عن أسباب تخفيف العوامل التي تؤدي في تخفيف العقاب في جرائم إداء العمل الأسباب أو العوامل التي تدخل في تخفيف عقوبة جريمة الإداء العمل الأعضار المخففة للعقاب في جرائم الإداء العمل حددها المشرع كالآتي نقدر نقول على العضر الوارد في الفصل 416 من القانون الجنائي وهو المتعلق بالضرب والجرح نتيجة استفزاز العضر الثاني وهو الوارد في الفصل 417 من القانون الجنائي والمتعلق بدفع تسلق أو قصر صور حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقتهما والعضر الرابع وهو المتعلق تم ذكره في الفصل 418 من القانون الجنائي والمتعلق بارتكاب أحد الأزواج جرحا أو ضربا أو قتلا للزوج الآخر عند مفاجأته متربسا بجريمة الزنا هذه الأعضار الثلاث أعتقد قمنا بشرحها وتحدثنا فيها وأعطيناها الوقت الكافي عندما كنا نتحدث في جرائب القتل العمد نتحدث عن العدار المستجدة علينا اللي ممكن نتعمق فيها أكثر وهي عندنا أولا العضر الوارد في الفصل 420 من القانون الجنائي الذي جاء فيه يتوفر عضر مخفف للعقوبة في جرائم الجرح أو الدرب بدون نية القتل حتى ولو نشأ عنها موت إذا ارتكبها عفوا رب أسر على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع وعيد الفصل الذي يعطي هذا العضر قلنا الفصل 420 يقول يتوفر عضر مخفف للعقوبة في جرائم الجرح أو الدرب دون نية القتل حتى ولو نشأ عنه موت إذا ارتكبها رب أسر على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع إذا يظهر من خلال هذا النص أن ليستفيد الشخص من هذا العضر المخفف يجب توفر مجموعة من الشروب أولى هذه الشروب ما هي أولا قلنا أن يكون الذي ارتكب الضربة أو الجرح هو رب الأسرة من هو رب الأسرة هو الشخص مسؤول عنها كالأب أو الأخ أو العم هذو كاملينغ يدخلون في خانة رب الأسرة الشرط الثاني أن يرتكب الضرب والجرح في حالة المفاجأة بالاتصال الجنسي الغير المشروع طبعا اتصال الجنسي الغير المشروع وهذا الشرط يتطلب أولا أن يكون ما شهده الفعل الذي شهده غير متوقع بمعنى لم يكن يتوقع أن يرى في بيته هذا الاتصال الجنسي الغير مشروع وأن يرتكب الجريمة حالة حالة مباغتته لما رأى بمعنى الوقت الذي يرى فيه الاتصال الجنسي الغير مشروع الوقت الذي يرتكب فيه الجريمة يعني ما زال تحت تأثير المفاجأة والصدمة مما رأى أما إن هو لم يرتكب إلا بعد انتهاء المفاجأة والهدوء الأعصاب فإن الحالة الاستفزاز التي كانت هي السبب الذي أدى لاستفادته من هذا العضر المخفف لعقاب تنتفي والشرط الثالث أن يكون الاتصال الجنسي غير مشروع قد وقع بمنزل رب الأسرة وبذلك فالعضر لا يتحقق إذا اعتدى رب الأسرة على أشخاص فاجأه ولو مع بعض الأفراد الأسرة في الاتصال جنسي غير مشروع خارج المنزل بمعنى لكي يستفيد من هذا العضر يجب أن يقوم بفعل الاعتداء إذا رأى الاتصال الجنسي الغير مشروع في منزل رب الأسرة لكن إن كان هذا الاتصال الجنسي خارج منزل الأسرة فإنه لا يستفيد من هذا العضر من هذا عفو هذا العضر والشرط الرابع وهو أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين فاجأهم رب الأسرة بمنزله في حالة اتصال جنسي غير المشروع واضح واضح من هذا الشرط أن العضر لا يتوفر إلا إذا كان الاتصال الجنسي غير مشروع أما إذا كان الاتصال الجنسي مشروعا كأن يفاجئ رب الأسرة الزوج ابن المطلقة طلاقا رجعيا وصابقا أنتم متعلمون على أن الطلاق الرجعي لا ينهي العلاقة الزوجية في فترة العدة ففي هذه الحالة يكون الشخص الذي قام بهذا الاعتداء غير مستفيد من هذا العضر لأن يمكن اعتبار أن الاتصال الجنسي هو اتصال جنسي مشروع وليستفادة من هذا العضر يجب أن يكون هذا الاتصال الجنسي غير مشروع طبعا إذن هذا فيما يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في العضر مذكور في الفصل 420 من القانون الجنائي ننتقل الحديث عن العضر المذكور في الفصل 421 من القانون الجنائي ماذا يقول هذا الفصل ماذا جاء فيه جاء فيه يتوفر عضر مخفف للعقوبة في جرائم الجرح والضرب إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك عرض بعنف أو دون عنف على طفل دون ثامنة عشر يتوفر 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 نفس العضر في جرائم الدرب والجرح إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا باغتساب أو بمحاولة اغتساب حسب هذا النص فإن شروط تحقيق هذا العضر تتلخص فيما يلي أولا أن يكون المضبوط المعتدى عليه بالدرب أو الجرح بالغا وكلمة البولوغ في هذا المقام جاءت مطلقة دات يعني ماذا نفهم من كلمة البولوغ فهل هو البولوغ الجنسي أو النطج العقلي أو بولوغ السن الرشد الذي يجعله مسؤولا جنائيا ففعلا كلمة البولوغ جاءت هنا بصفة فيها نوع من العمومية ماذا نقصد من البولوغ هنا من منظور لكم أنت بقى طالب تستعمل هذه المحاضرة شنو فهمت من البولوغ فمن غير المعقول اعتبار اعتبارها تعني السن المساءلة الجنائية على أسس أن ما لاحق الأسس أن الفعل الذي يقوم به الجاني وهو معاقب عليه جنائيا وبالتالي نربطه بالسن الرشد الجنائي أنا في هذا المقام هذا أرى أن من غير المعقول اعتبار البولوغ هو البولوغ ذي السن الرشد الجنائي على اعتبار أن ما لاحق الجاني ذي الاعتداء الذي لاحق الجاني في الجسم ليس عقوبة باش نقوله أخصنت نوع السن الرشد الجنائي لا هو ليس عقوبة عقوبة يقيعها عليك القانون والقضاء لكن ما تعرضت له في هذه الحالة التي تقوم بعملية الاقتصاب أو عنوية تعرض وتعرض اعتداء من أحد الأشخاص هذه ليس عقوبة وبالتالي لا يمكن ربطها بسن الرشد الجنائي فمن المنطقي ومن أقرب إلى الصواب هو المقصود بالبلوغ هو البلوغ الجنسي الشرط الثاني في هذا العذر وهو أن يضبط المجني عليه متلبسا بهاتك عرض الطفل عمره أقل من 18 سنة وهذا يقتضي أن يضبط المجني عليه وهو يزاول في هذه العرض أو على إطر إنجاز كما يتوفر نفس العذر عند المفاجأة بجرائم الاغتصاب أو المحاولة عن الاغتصاب أي كان المجني عليها سواء كانت أقل من 18 عام أو أكثر من 18 عام ورغم أن المشرع شرط أن يقع هاتك العرض على الطفل فإن العذر يتوفر أيضا إذا وقع هاتك على طفل أنت سواء كان السن أقل من 18 سنة أو كتر وكذلك رغم تعبير المشرع عن الهاتك للعرض بكلمة شخص مما يوحي بأنه يجب أن يكون ذكرا فإن المضبوط متلبسا بجريمة الهاتك للعرض يمكن أن تكون امرأة بالغاق وهذا وارد ورغم أن غالب يحدث أن يكون رجل لكن هذا يمنع أنها قد تكون مرأة وأخيرا يلزم أن تكون سن المهتوك عرضه أقل من 18 سنة سواء كان بالعرض أم بدون عنف أما إذا كان سنه أكثر من 18 سنة فإن العضر لا يقوم إلا إذا ترافق مع عنف إلا إذا ترافق مع عنف هذا فيما يخص هذا العضر نناقش أو نرى آثار قيام العضر القانوني المخفف للعقوبة ماذا ينتج عن قيام هذا العضر القانوني المخفف للعقوبة ينتج عن ذلك أنه إذا توفر أحد الأعذار القانونية السابقة التي اذكرناها في هذه الحالة التي كنا نقشها حالا تخفض العقوبة طبقا للفصل 423 من القانون الجنائي على الكلفية الآتية أو الطريقة الآتية أولا الحبس من سنة إلى خمس سنوات في الجناية المعاقبة عنها بالسجن المؤبد إذا كانت الجناية التي قام بها يعاقب عليها بالسجن المؤبد وتوفر لها عضر مخفف العقوبة يستفيد منها العضر وبالتالي تصبح عقوبته هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنح الأخرى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح إذا نعدد الأعضار القانونية النتائج توفر الأعضار القانونية عندنا الحالة التي يكون الجناية المعاقبة عنها بالسجن المؤبد وتوفر عضر قانوني مخفف للعقوب فإنه تصبح العقوبة من سنة إلى خمس سنوات الحالة إذا كانت الجنايات الأخرى يعني باقي الجنايات التي غير معاقب عليها بالسجن المؤبد فإن العقوبة تصبح الحبس من ستة أشهر إلى سنتين هذه تنطبق جميع الجنايات والحبس من شهر إلى ثلاث أشهر في الجنح هذه هي آثار التي يمكن أن تنتج عن توفر إحدى أو أحد الظروف المخففة أو الأعضار المخففة للعقاب في جرائم الإداء العمد إلى هنا طلبة الأعزاء نكون قد أنهينا الحديث عن جريمة الإداء العمد بأركانها وبعقوبتها وبالعوامل المؤثرة في هذه العقوبة إلى الملتقى إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله وفي جريمة أخرى من جرائم القانون الجنائي الخاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر